السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر أتناول فيه تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى سئلني الله عز وجل أن يجعل هذا التفسير وهذا القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم اللهم أمين مع تفسير بعض الآيات من صورة المائدة وجزء من قوله تعالى حرمت عليكم ميت إلى آخره وكنا قد توقفنا إلى قول الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم هذه إحدى الآيات آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فديننا والحمد لله دين سمح وسهل ولله الحمد ولله الشكر على كل الأحوال الحمد لله ديننا سمح وديننا سهل فهناك عدة آيات في رفع الحرج عن هذه الأمة المباركة الميمونة أمة محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نستحضرها إذ يلزم كل من يفت الناس أن يستحضر تلك الآيات فمن هذه الآيات أذكر بعض هذه الآيات الرافعة للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات الآية التي نحن بصددها أولا فمن اضطر في محمصة اضطر أي ألجأ أي ألجأته الضرورة وألجأته الحاجة في محمصة المخمصة المجاعة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطير تغدو خماصا وتروح بطانة تغدو خماصا وتروح بطانة أي تخرج من بيوتها أو كاريها من عششيها في الصباح بطنها فارغة جائعة تذهب وتطير وتأتي برزقها تملأ البطل ترجع إلى عشيها وقد ملأت بطنها فهذا معنى المخمصة مخمصة مجاعة فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة غير متجانف المتجانف معنى مائل للإسم محب للإسم راغب للإسم أصل الجنف الميل أصل الجنف الميل فمن خاف من موص جنفا أو إثما جنفا أي ميلا عن الحق إلى الباطل متجانف لإسم ميال للإسم يعني هناك من يأكل في غير حال الضرورة يأكل ميته وليس بمضطر فإذا كان غير مضطر ويميل إلى أكل الميته يأثم بلا شك فقوله تعالى غير متجانف لإسم غير مائل لارتكاب المأسم والعياذ بالله من الإسم فمن اضطر في مخمصة اضطر في مخمصة ثالثا غير متجانف لإسم فكل هذا للتجديد في هذا الباب كي لا يبادر شخص بأكل الميتة وليس في حاجة إليها فالميتة أبيحت للإضطرار وأكد على ذلك بقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم أي غير مائل لارتكاب الإسم فإن الله غفور رحيم فقد يأكل شخص في حال إضطرار فيأثم بأكله في حال إضطرار أو يأكل ما هو أكثر من حاجته يعني أكل ميتة لأنه جائع وها سيموت فليأخذ من الميتة القدر الذي يقيم صلبه لا يتوسع في الأكل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم غير ميال لإسم فإن الله غفور رحيم ذكرنا أن هذه إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجدير بنا أن نذكر ببعض الآيات التي رفع الله بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات وأقول ينبغي لكل من يفتي الناس أن يستحضر هذه الآيات قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسم عليه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم فإن الله غفور رحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كذلك قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله به كذلك تتوالى النصوص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يسمع لي كما هو معلوم من قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه نصوص متولئة فلم تجد ماءا فتهممه صاعدا طيبا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم صل قائما فإن لم تستطع عفوا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمل طوفي بالبيت وأنت راكبة لما عجلت عن الطواف ماشية الطواف ماشية نصوص في كل أبواب الفقه في الصيام تجد آيات لرفع الحرج فمن كان منكم مريضا أو على السفر فعدات من أخر في الصلاة تجد آيات لرفع الحرج في الإيمان من أصله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في التقوى فاتقوا الله ما استطعتم في الاستغفار والتوبة وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت في شتى الأبواب تجد هناك فسح في الأطعمة حرمت عليك أمور لكن ستموت كل منها فعندنا آيات كثيرة فيها رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعالى في كتابه الكريم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فعلى المفتي أن يستحضر هذه الآيات عند الإفتاء ولكن يقدر حاجة السائل والضرورة التي هو فيها من عدمها هذا وبالله التوفيق أما عن قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي أحلت لهم السؤال العام هل يسألونك ماذا أحل لهم من الطعام من الشراب من الملبس من الأسفار من العبادات سؤال عام فقد يأتي السؤال عاما لكن من الجواب يفهم أنه كان يريد به الخصوص فهنا قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم أي من الأطعمة لا يسألون عن الملابس بدليل قوله يقول يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين الآيات تفيد أن المسؤول عنه الطعام وكذلك في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سألوك عني عن غضبي وعقابي أين مكاني سألوك عن أمور شتى أمور لله سبحانه وتعالى عظيمة جدا نعجز عن السؤال عنه في شأن ربنا لكن لما قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب فهمنا أنهم يسألون عن مسألة القرب والبعد مع أن الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان أجيب دعوة الدعي فهنا قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم أي من الأطعمة ما الطعام الحلال لهم قال تعالى قل أحل لكم الطيبات للشيء المستطابة التي تستطيبها النفوس وتستحسنها النفوس حلال من الأطعمة فهذه الآن فيها أن الأصل في المطعمات الحل ما لم يأتي نص بالتحريم ما دام الطيبات وقد قال تعالى في سورة العراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في الطورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف وأنهم على المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم الآيات فعلى ذلك قام من قوله تعالوا وحل لكم الطيبات واحد يسألك عن أكل الخنافس والصراصير مثلا والدود هل هذا حرام أو هل يقول هذا ليس من الطيبات فليس بحلال إذن لأنه ليس من الطيبات واحد يسأل عن أكل الطين مثلا يقول ما في نص يقول لا الطين ليس من الطيبات وما أحد قال إن الطين يؤكل ولا من الطيبات وكل ضار يمنع أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درار قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة قال تعالى قل أحل لكم الطيبات ما استطابته النفوس مما لم يأتي فيه نص شرعي بالحظر فهو حلال كل صنوف الفواكه حلال اللحوم حلال تحديل الله إله إلا ما جاء النص في المنع منه كما جاء النص في تحديم كل الذين بالما استباعوا كل الذين مخلبوا من الطير فالطيبات ما استطابته النفوس ما لم يرد فيه نص بالمنع فإن المنع قد تأت في مواطن لبني إسرائيل ولغيرهم لغيرهم من الأمن قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ظفر كالبط والهز كل الذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر الآيات قال تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين هنا وما علمتم من الجوارح أي وصيد ما علمتم من الجوارح الصيد الذي استهدته الجوارح الجوارح الكواسب الكواسب يعني ممكن أن أحد يعلم كلبا كيف يصطاد فالكلب يسمى جارح جارح أصلها الكاسب الذي يأتي بمكسب لمن لسيده لصاحبه عفوا فالكلب المعلم أطلق عليه جارح والسقر المعلم أطلق عليه جارح والنصر المعلم أطلق عليه جارح فالأشياء الجوارح معناها الكواسب يعني الطيور أو الحيوانات المعلمة المضربة للصيد التي تأتي بمكسب تصطاد لأصحابها تسمى الجوارح ومن هذا المعنى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم من أعمال بالنهار فالجوارح ويطيور الجوارح النصور الجوارح السقور الجوارح الكلاب الجوارح الكواسب التي تكتسب وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني وما استاضته الجوارح التي علمتموها ما كلمة مكلبين مكلبين تحتهم المعنيين مكلبين أحد هذه المعاني أصحاب كلاب أي إذا عليكم أنتم يا أصحاب الكلاب وما علمتم يا أصحاب الكلاب المدربة المعلمة حلال لكم أن تصطادوا حلال لكم أن تأكلوا مما استضطته الكلاب المعلمة فمكلبين على الوجه الأول من تفسيرها محمولة وأنتم أصحاب كلاب والوجه الثاني مكلبين أن هذه الجارح الذي أنتم علمتموه سواء كان نصرا أو كان صقرا أو كان كلبا يأتي بالطير المصاد أو بالشيء المصطاد يأتي به مكلبه مقيده فكلمة مكلبين إما أن تكون عائدة أنتم أنتم أصحاب كلاب المعلمة أو تكون عائدة على وصف الصيد أثناء حال تكليبه مكبل مكلب بالسلاسل مكلب حينئذ مكلم بمخالب السقر فتكون كلمة مكلب وما علمتم من الجوارح مكلبين عائدة في الوجه الآخر من التفسير على ما كلبته وقيدته وأتت به الكلاب بأسنانها مساكته مسكة فأتت به أو الصقر الذي نشب بمخالبه في الصيد فكلبه وجاء به فأتان الوجهان واردان للعلماء في كلمة مكلبين أي والصيد الذي أتتكم به الجوارح المعلمة أما إذا أتاك صقر جاهل بصيد فلن تأكل فلذلك قال العلماء إن الله فضل حتى الكلب المعلم على الكلب الجاهل والصقر المعلم على الصقر الجاهل فذبيحة الصقر فصيد الكلب المعلم حلال وصيد الصقر المعلم حلال يعني ما استاده الكلب المعلم وما استاده الصقر المعلم أما الكلب الجاهل فلا كما قال عدد من أهل العلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يتعلمونهن كيف تصطاد تعلمون النسر كيف يصطاد تعلمون الصقر كيف يصطاد تعلمون الكلب كيف يصطاد هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرص أو مشية فإنه ينقص من أجله كل يوم من قيرات إلا كلب صيد أو كلب حرص أو كلب مشية فهذه استثنيت استثنيت فلا تأثم إلا أنت عندك كلب علمته كيف يصطاد قال تعالى تعلمونهن أي تعلمون السقور تعلمون الكلاب كيف تصطاد تعلمونهن مما علمكم الله هل الأشياء التي يصطاد بها الكلاب والسقور فقط أم ممكن يكون عندي سقر مثلا أسد معلم افترضنا أن شخصا ما درب أسد على الصيد فأتاه الأسد بالزبيحة بالصيد الذي اصطاده يكون حلالا أيضا فالجوارح الكواسب عموما نعم من العلماء من قصرها على الكلاب والسقور لكن أكثر علماء على تعميم هذه الجوارح إذا دربت قطا مثلا على الصيد صيد شيء معين مثلا صيد أحمام صيد أي شيء فداخل في هذا الباب إذ أن معنى الجوارح الكواسب كما سمعتم للجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إذن المعلم من علمه الله المعلم من علمه الله هذا أصل ينبغي تفطن له ولذلك قال موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا فكما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فمن النعم العلم فأي علم عندنا إنما هو من الله فعلينا أن نكون ذاكرين لذلك تمام الذكر أي صاحب علم علمه من الله الطبيب علمه من الله المهندس علمه من الله الشيخ علمه من الله حافظ القرآن علمه من الله العالم بالفرائد علمه من الله المرأة العلمة بكيفية الطاهي علمه من الله العالم بتجارات علمه من الله كل معلم إنما علمه الله سبحانه وتعالى حتى أنت يا مدرب السقور والنسور والكلاب على الصيد علمك هذا من الله قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله وقد قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وذكر الله نبيه داود عليه السلام إذ قال له أن يعمل سابغات وقدر في السرد اجعل الثقب على قدر المصمار قال تعالى وآته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فتعلم داود صناعة الدروع الواقية السابغات إنما هو بتعليم الله تبارك وتعالى له وهكذا كل صانع علمه الله كيف يصنع كل متكلم كل مدرس كل معلم كل طالب كل صاحب علم أيا كان هذا العلم المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى قال تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فلا تغتر يا علم بعلمك ولا يا طبيب بطبك ولا يا مهندس بهندستك تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم كلوا مما اصطادت هذه الأشياء لكم واذكروا اسم الله عليه سم الله عليه وأنتم تأكلونه سم الله عليه وأنتم ترسلونه اذكروا اسم الله أنت أرسلت كلبك المعلم سم الله وأنت ترسله رميت بسهمك سم الله على السهم أرسلت النصر سم الله وسم الله أيضا احتمال آخر أيضا على الصيد الذي أتى به الكلب أو أتت به السقور والله تعالى أعلم واذكر اسم الله عليه هنا مسألة مسألة إذا أرسلت كلبك المعلم فاصطاد لك وأكل من الذبيح هل تأكل أو لا تأكل والوجه الثاني يعني في نص ورد أنك لا تأكل إذا أكل الكلب منه ونص آخر ورد بباحة الأكل فكيف الجمع بينها لأنها من المشكلات عند بعض العلماء نصوص بفادوها أن الكلب المعلم إذا أكل أو الكلب إذا أكل فلا تأكل منه وإذا النص الآخر فكل منه وسم الله فالوجه وأن الجمهور يقولون بالمنع مطلقا إذا أكل الكلب لا تأكل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أكل فلا تأكل والمجوزون يحتجون بحديث آخر والجمع عند فريق من العلماء أن يقال إن النهي للتنزيه والله أعلم الكلب المعلم قال تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُلُوا اسْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ في المطعم والمشرب تتخلى للآيات تتخلى للآيات الحث على تقوى الله سبحانه في الطلاق ذكرنا الله بتقوى في الحج ذكرنا الله بتقوى في الصيد ذكرنا الله بتقوى في المطاعم ذكرنا الله بتقوى في الأنكحة ذكرنا بتقوى الله سبحانه في كل الأبواب تجد التذكير بتقوى الله في الحج قال الله تعالى في شأن الحج في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تزودوا بخير زاد مع الإشارة إلى الزاد الدنيوي أشار إلى زاد أخروي كذلك وتزودوا أي بالطعام والشراب ولا تنسوا خير زاد وزاد التقوى في النكاح التقوى الله في النساء في الطلاق تجد قول الله تعالى ومن يتقل في صورة الطلاق ومن يتقل لا يجعل لهم أخرجا ويرزقه من حيث لا يحتزب ومن يتقل لا يكفل عنه سيئاته وأعظم له أجره ومن يتقل لا يجعل لهم من أمره يسره في كل الأبواب تذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذه الأبواب حتى لا تغفل عنها يا عبد الله فلا تستحل المحرم قال تعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب ثم قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات هل كانت الطيبات محرمة حتى قيل اليوم أحل لكم الطيبات لا بل كانت الطيبات حلال 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 بتحديل الله لها فهذا الوجه الأول أن الطيبات دوما حلال لكن لما كان أهل الشركي حرموا على أنفسهم الطيبات فأكد على إباحتها كان أهل الشركي يحرمون السائبة والوصيلة والحام البحيرة والسئبة والوصيلة والحام كما سيأتي تفسيره يقول مثلا هذه الناقة ولدت ستة إذن هي حرام أدت ما عليها أكلها حرام ركوبها حرام حلبها حرام إنما يوقف درها للآلهة التي يعبدونها فذا كلام باطل والله قد ما جعل الله من بحيرة ولا سئبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات تأكيد على حل هذه الطيبات وكما أسلفنا في إن الرسول كما قال الله عنه في صورة العراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذا تأكيد في صورة المئدة على أن الطيبات حلال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني بهن اللحوم وإلا فسير أطعمة أهل الكتاب حلال الفول من أهل الكتاب حلال كل المطعمات من أهل الكتاب حلال بما فيها اللحوم بما فيها اللحوم أهل الكتاب إذا تأكدنا من تزكيتها إذا تأكدنا من أنها زكيت أم إذا قتل كتابي دجاجة أو ذبحها بطريقة ليس خنق بطريقة الخنق لن نأكلها لا لأن الزابح كتابي إنما لأن الزابح ما زكها حق التزكية هذا ولهذه الأية مباحث طويلة فأتوقف عندها لما فيها من مباحث طويلة إن شاء الله تتعلق بالأطعمة الوردة إلينا من دول الكفر والوردة إلينا من دول كتابية والمستوردة بالصفة عامة وأيضا لها تعلقات بمسائل الأنكحة أنكحة النصارى وأنكحة المسلمين فتحتاج إلى وقت أوسع فأتوقف الآن إن شاء الله تعالى إلى قوله تعالى إن الله سريع الحساب ونبدأ درس القادم إن شاء الله من قوله تعالى اليوم أحدى لكم الطيبات الآيات إلى آخرها هذا وبهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رافعة للواء كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولواء التوحيد ولواء السنة المباركة بارك الله فيها في أصحابها والعملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته